يوم جديد من العدوان على غزة قصف وجوع وأوضاع إنسانية متردية حيث لم يتغير المشهد في اليوم الخامس والخمسين بعد المئة للعدوان على غزة مع السمرار القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع وسط أوضاع إنسانية صعبة فأفجر اليوم أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف برجا سكنيا في رفح جنوبي القطاع كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والغربية من مدينة خانيونس جنوب القطاع فيما شن طيران الاحتلال غارات على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة وبينما تستمر الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع رغم إسقاط مساعدات من الجو أعلنت وزارة الصحة وفات ثلاثة أطفال في مجمع الشفاء الطبي نتيجة سوء التغذية والجفاف كما كثف طيران الاحتلال الإسرائيلي قصفه على عدة مواقع في جنوب قطاع غزة ووسطه وأطلق النار على متضريء المساعدات مما أدى لسقوط عدد من الشهداء حيث سشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون إثر إطلاق قوات الاحتلال النار على المدنيين الذين ينتظرون المساعدات في دوار الكويت بمدينة غزة وتواصل المقاومة الفلسطينية التصدي استهدافها لقوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة وتنوعت بين قنص وإجهاز من مسافة الصفر حيث بثت كتائب القسام مشاهدة من عملية قنص أحد الضباط شرقي بيت حانون شمالي قطاع غزة كما أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها في مدينة حمد شمال خان يونس جنوبي القطاع أجهزوا من المسافة الصفر على قوة إسرائيلية راجلة من ستة جنود بعد وقوعهم في كمير محكم بإحدى الشقق السكنية وجراء الحرب والقيود الإسرائيلية بات سكان غزة ولسيما محافظتي غزة والشمال على شفى مجاعة في ظل شخ العديد من إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع والذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما وخلفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية